اشتركوا في القناة الاهتمام والمتابعة ده شيء مهم جدا واللي احتفاء بيهم ده شيء مهم جدا الأبطال دول هم اللي بيرفعوا اسم مصر في كل المحافل الدولية وما فيش أكبر من البارة الالمبية هم عملوا واستحقوا وبالطبع هيلاقوا التكريم والاهتمام اللي يليق بيهم لسه كلامنا ده كلامنا عن الأبطال الأبطال اللي هم حققوا لكن لسه كلامنا عن المسؤولين وعايزين نسأل سؤال احنا في البطولة دي حققنا سبع مدليات كسبنا خمسة فضية واثنين برونزية بترتيب عام واحد وستين السادس عربيا بس هنا فيه أرقام لازل تاخد مؤشرات احنا بأطلنطا في ستة وتسعين حين تلاتين مدالية في سيدني تمانية وعشرين مدالية قاتينا تلاتة وعشرين مدالية لازم نشوف اللي بيحصل فيه تراجع في بيكين الف وثمانية الفين وثمانية عسوري فيه اتناشر مدالية لندن خمستاشر ريد جانيرو اتناشر مدالية في توكيو سبعة فقط لا غير اول مرة في تاريخ البرالنبية ما ناخدش دهب احنا احنا بنرجع لورا ولا بنطلع لقدام احنا ابطالنا لازم نقولهم شكرا لكن لازم نعرف اسباب التراجع لازم نعرف السبب لازم لان مصر تستاهل اكتر من كده كتير لازم المسؤولين يقولولنا يطلعوا يقولولنا ايه اسباب ايه اسباب التراجع احنا بنعمل ارقام ومدليات لكن عندنا اسباب تراجع لازم فعلا نعرف ايه اسباب التراجع اللي بيحصل لازم المسؤولين يقولولنا ايه اللي حصل علشان نعرف ايه اللي جاي